رغم تضارب المعلومات عما وصلت إليه مناقشات الدوحة بين أطياف المعارضة السورية أعلنت لجان التنسيق المحلية انسحابها من المجلس الوطن السوري بعد إعلان نتائج انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي معللة ذلك بفشل المجلس في تبني خطة إصلاح شاملة للنهوض بتمثيل الشعب السوري المجلس بدوره طالب بإرجاء الاجتماع مع أقطاب المعارضة الآخرين لأربع وعشرين ساعة لإنشغاله بالانتخابات الداخلية التي أسفرت عن انتخاب جورج صبرى رئيسا للمجلس ولحاجتهم إلى مزيد من الوقت للتشاور حول مبادرة رياض سيف هذا التطور يأتي بعد انتخاب الأمانة العامة للمجلس الوطني أعضاء المكتب التنفيذي الأحد عشر وهم الإسلام المستقل هشام مروى ورئيس مجلس العشائر اللبرالي سالم المصلط وحسن السيد وجمال الورد وخالد الصالح عن الحراك الثوري كما ضم المكتب التنفيذي عضوين عن الإخوان المسلمين هم فاروق طيفور وندير حكيم وانتخب عن الأكراد عبد الباصد سيدا وعن الأشوريين عبد الأحمد سطيفو وجورج صبرى عن إعلان دمشق ومع التطمينات التي أطلقها مشاركون في اللقاءات حول قبول مبادرة المعارض رياض سيف إلا أن تسريبات توحي بوجود خلافات يقودها المجلس الوطني حول دوره المستقبلي في المبادرة ورغم ما يفوح من رائحة خلاف في نقاشات الدوحة أعلنت اليابان أن مؤتمر أصدقاء سوريا سيعقد قريبا على أراضيها الخارجية اليابانية التي رفضت طلبا سوريا بالعدول عن استضافة المؤتمر تتوقع مشاركة 150 مندوبا من 60 دولة لزيادة الضغط على نظام الأسد مصطفى خطيب العربية